حبيبتي مرحبا بكم اليوم بفيديو جديد في القناة الفيديو اليوم بحال الفيديو اللي يعجبوكم و اللي طرحتوا عليها بثاف دي الاراء فيهم و اللي قلتوا لي عافا كرشا حاول تحطينا هذا الفيديو اكتر من الروتين واكتر من الفلوغات و اكتر و اكتر اليوم قررت نهضر لكم على الفيديو اللي انتو ما سيجي اولى الموضوع اللي انتو ما بغيتوه نهضر عليه اللي هو ابو الريكابي اختي نهضروا على بوركابي كيف ما كنقوله اه اليوم موضوع شيق و موضوع مهم كيفاش تخلي الى اللي بوركابي يبقى خاتم في الدك اعجي نوريك شنو تديري اعجي نوريك شنو تقولي بالنسبة لي البنات هاد اليوم اتراني مجتهده تبارك الله كنحط لكم فيديو كل نهاري لازابي كنزبين هار واحد في السمين اختي ملي كان كن اما الفيديو درتو كيت اكسبورتها ولا كيتلاح في اليوتيوب و الكنيكسون كانت ميتا سيختو انني ان شاء الله غنديل في بروكتيك عما قارب لان الكنيكسون هنا بح يا اما كتقولوا لي ادرينا واحد توقيت الفيديو ديالك باش يبقى يتحطف واحد توقيت كل نهار حطي في نص توقيت رامي ممكن شليا حيت انا معكي كل فيديو واجد معك ندلي المونتاج معك يتلاح في اليوتيوب معك مهرت ذاك الفيديو خلاص وما ما كيسخنوك الفلوس انا دبعا ما شغل الفلوس حتى الفيديو ذاك الفيديو كان قوله وقتش يتلاح وقتش يتلاح وكان بغير له حليكم ديك الساعة فاشي الله كيتحط في اليوتيوب كان طلق الفيديو اتلاح وما كان خليش يبقى عندي ولو دقيقة وحيدة والاوختي مكن سبرش مكن سبرش مكن سبرش مكن سبرش مكن سبرش هاد شي ليكاين ما عنديش واحد لغوتين ديالنا نحط لكم فيديو فقط فقط وما كان عارف شنا هي الموادع اللي هنهضر عليها حيث كل فيديو ان تسيطر وحساسة حبيبتي ما day ما typically نسيطر عليه ليه ومتحكم فيها لا يمكن وقدر نخلي راجل صندالة في رجلي لا يمكن معمره كان ومعمره يكون السيخة وحبيباتي الراجل المغربي بشهامة يا للا وبنخوة وبشخصيته القوية قد قاموا وعرضوا هاما تبغي تحكمي في انتي اذا شنو الحلال لالراشا شنو خاصنا نديرو باش نوصلوا لذك شي اللي بغينا الزوج ديالنا الزوج الكريم على اللو اللي يخلي لكل وحده الراجل ديالها الراجل حبيبتي هو بحداته انسان بعقلوه وبطبيعته شخصية قوية شخصيته ربما يلصح القول عنيدة مسيطر متسلط هذه هي الشخصية دياله الراجل في حداته يعني ما غادي شي يمكن تسيطر عليه بوحد طريقة هي ماجيك نوضي سحري لي نوضي حركة خلي ونعمدك الخزع بلاد تحاجم ذلك شي مكينش اجغتي نعطيك صحيح ونموفيد خليني من هاد الشي الراجل المغري بيخبر الخصوص العربي عامة مع مك تحلمي تحلمي تديري خاتم الصبعك ويدير لي بغيتي كتحلمي حبيبتي اون كولور هذا اللي يقدرون ديرو هي اننا نبتلو شخصية ديال الراجل وخلي في شي طبيعة فيها لا تحييج ولكن قدرون نبتلو الطبيعة بوحد طريقة زوينة وحلوة وغزالة وإفكاسة في عالم عجميع الانواع ديال البركبيات اللي كيني نختي في البلاد السعيدة والعربيين بصيفة عامة اذا الخطوة اللي خاصنا نتبعوه لا يغير اللهم بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هو سوف نفتقن عليهم تصceksكرون يغذر كل هذا الراجل هذا يغير نفسه حتى نكونوا فرحانين حتى يجعل الراجل يغير من رأسه ومن نفسه تطلبونه يشوف التصرفاتك ويشوف التعاملاتك ويشوف المحبة ويشوف كيفية عمله انت ويشوف النفو ديالك طالع يحبط منه الذي يكون النفو ديالك طالع وتضعهم في أحد المجتمع ومجتمع وعالم صغير وبرزوين ذهب المجتمع ويتعلم منك بزيئة سوف نريكم فترة في العلاقة التي تقدرون أن تستغلون الموقف و تبثلون الزوج المستقبلية والزوج الكريم هنا الرجل الذي تضعه في تعامل زوين و مرتبة راقية يزيد الطرقة و يأخذ منك و تضع الطبيعات و تفرضي شخصياتك و يتقوى بك و يقول خصني تأنا نوليها و خصني تأنا نتقدم و يكون الاشتراح و يقدموا حيث أو شمكرا و يكون مرة أخرى و يمكن أن يقوم بشكل أخرى و يمكن أن يقدموا شيئا و يمكن أن يقضروا شيئا و يتقدموا شيئا و يقوم بشكل أمي سوف تركها عليها هذا البركابي يهبط على الارض لماذا؟ لأنه العالم الصغير والمحيط والنمط والطريقة والطريقة والطبيعة لن تحاول بحيث يكون لدينا بحيث يكون لدينا بحيث يكون لدينا لدينا ويندوز يكون لدينا ويندوز جديد لدينا ويندوز ولكن يستغل فيه ويندوز جديد لدينا طريقة لدينا وكيفة أم لا أعرف لدينا حراحة لدينا لدينا عرفت تعامل مع هذه الشخصية لدينا عقلية لدينا شخص لدينا مرتاح وضحك ويضع الحويج راكين الراجل اللي كتلقاه مع واحد المرأ صعيب قبيح ما تقدرش تلبس ما تقدرش تخرج ما تقدرش تهلف راسها ما تديريش هادي ما تفعليش هادي ومرة مدة تلقاه مع مرأ واحد اخرى نفس الراجل نفسه ما نزوج نفس الشخصية اللي كان قبيح وما نعرف شنو تلقاه مع مرأ اخرى واخد حريتها لابسها ضحكها ناشطة مصيبة حالتها وهو معها كي يكركر وفرحان وعاجبوا الحال ومطلاق كي ضحكت كي يبانوا لي درست العقل بي خير مخصصت شي خير وارا نفس الشخص اللي هدرنا عليه نفسه اللي كان قبيح وخايب ومتسليت وما نعرف شنو نفسه ولكن هادي ما شهي هادي هادي فردت شخصية ديالها فردت طريق ديالها فردت تعامل ديالها واللولا نية ما فردت لتعامل لشخصية مشاه هو على شخصيته ثانية فردت تعاملها وشخصيتها مشاه معها في شخصيتها فردت ما فردت شخصيتها بقى تحشو مياه بقى تغلق على رأسها هو مشاه لها شخصية دياله هو حيث ملقاش واحد اللي غايت تطاه او واحد شخصية قوى من دياله اللي غادي تتبعوهي على الطريقة اللي بغت هادشي ما فيه لمضاربة ولا نقير ولا نقاشات ولا ولا هادشي فيه الحيلة حسن من العار فيه اللطن الحلو والحلحة غلبات السحارة هادشي يولي هذا هو التعامل ديال الزوج اللي كيقدر الزوجة دياله واللي كتشوفوه مفرحانين وكتقولوا اوه سحرالي ها موكلاس مضالة ها موكلاس بردي لله حبيباتي هذه السيدة عارفة التعامل معه عارفة تجرل عندها عارفة تقدليه الشخصية دياله كيفما بغتها عارفة التعامل دياله معاك تتعامله بحل ملك كيعملها بحل اميرة كيعملها بالمثل تكوني زوينة تكونيك تغطي الشمش باش طلعي بلسطة بالزين تكونيك تفتني بالزين مع الوقت غادي يجيه داك الجمال ديالك ذاك الزين ديالك عايوي عادي مع الولف نعطيك مثال بحل الراجل الملك يشري طموبيل جديده يشري طموبيل جديده عاد جايبه من الميزون يفعلها يدخلها يمسحها يبقى يقلب عليها ليكون فيها خديشة من الغبابر لطلع الغبرة يدخلها يدخلها يدخل طموبيل يدخلها يدخلها يفعلها لا أعرف كيف أقول لكم ما الذي أشكله سيكون أمر جديد كيف أشكله بأن تكون جديد لا تكون روثييني في شكلك وشخصيتك وفي شخصيتك وحالتك هذا الكلام في الخصوص للمتزوجات وفي العموم اللبناء كاملين حتى يكون أنا لا يزوجون أو أخذي اختي الأستفادة أو قدرها قفتك و سوف أسنبعك في نهار من الأيام لا توجد مشكلة لا أعرف ما سيحدث من هذا إذا اسمعي هذه الفكار لا أسنع شيء سيستمر بالفكار لا أدري أن تسمعهم طريقة القديمة أريد أن أقرأ أحد الكلمة التي تكراها كيف لم نرى كلمة يتم أو يتيم كنرى الكلمة و أبغى عليك في نفس المستوى لدي نفس المستوى الكره للكلمة بزوج جداً و العيالات في العائل ومعائلنا و حيث نحن في المجتمع أنا كنرى الكره شديد و كانت كلمة بلد من نشيك إتجادها أو لقتلتها و أجد و أحق الله العالم يقول لك الرجل إذا كان في الدار ديالي وإذا خرج الإزنقاء للناس الله يا ودي باش من قانون باش من شرع باش من ما نعرف كه شنو من يجبتو هاد الهضراء هاتي لا لك بيدا ديالي تعالين هنا الراجل أختي في الدار ديالي وإذا خرج الإزنقاء حتى تتمك يكون راجلي محسوب علي بعراء هما أنهم يقولون هاد الكلمة هاتي يسمعوها للرجال آجنا مكتما هذا النقطة البيضاء في القضية تستمك حتى تحتاجك أختي بلعب honestly لن تسمعه للراجل أسلا لا يجب أن تقللي هذه الكلمة لا يجب أن تسمعها للراجل وأنا سوف نرّقي البحث ونشرح لي كيف يفهمها وكيف يدخليه كمك تفهمها يريد التقيق به ويؤتيت بها ويضعها كبير ونزع مراني يتقيق فيك ويجبك أن تكون مهمة تلك الفهمة تريد التقيق فيك وليس كنت اقول هذا الذي ستقيق فيك وعرفك أنه لا تحصل على شيء في الزنقاء لا أحببها كيف أفهمها بحالك لا أحببها لي في الدماغ الزوج المغربي بحالي قلتي ليه غير مليت جيل الضطر أجي سرفو التقدى وكل معي مزين ومليت خرج الزنقار عني ممسوقة ليك شرق غرب خضرة حتى تقدير لحبة الخاطر واللي بغيتي هكذا كيف يفهمها الزوج الماسون ديالك عمرك ما تنسيها هكذا كيف يحساب لك بأنك رات عقافي اشي 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 نسولك واحد السؤال عمركم سمعتوش يا رجل يقول هاد الهدراع لمرتو عمركم سمعتوش يا رجل يقول مرتي في الزنقار ديالي وفي الزنقار ديالي للكو بيدا ديالي عمروما قاله و عمروما يقولها الرجلي غير تعطلتي دقيقة وحده برونتي دير معها غير دخلي مع السلطة يحمر عيني و يخرجون فيك و يقول لكم مرتي تعطلتي اذا الحبيب ديالي هناك يجب تكون عندك شخصية قوية التي تقدر تبيني بها الغيرة ديالك تبيني بها و تبيني بها أنك تغير عليه و في نفس الوقت ما تبحتي موراه ما تقلب موراه ما تتبعي مواله ولكن لا تسمعي انني ران تفس دار ديالي و في الزنقار عباد الله للكو بيدا عمرك ما تعود يجب أن اعزوا في بعض النافع في بعض الحوايج كما يحيظ مثلا في بعض الحوايج يجب أن يصبح لهم يقبلون ببتالك يطيح برسم من المهم في أي علاقة زوجية وفي أي علاقة مباشرة اهم شيء قبل الحب ان يكون يحترمك و يقطرك و يدير بحسابك اختين يدير بحسابك اخر شيء قبيده ديال انت لغا تخليه يديره ماشي هو و يزيدك الراجل اللي را يلقى المرأة اللي يتمدى عليها سيتمدى بزاف و يمشي بعيد و يدير شيء حويج لي ما يتخيله سيتمدى بحسابك الراجل اللي يخلي مرطو تمشي معاه تخطب ليه تخيلي معي توصل لها المرحلة ان المرأة تمشي معها راجل لا تخطب ليه وهي ربي عاطيها الدورية الصالحة عاطيها الجامل عاطيها لطي عاطيها من كل حاجة المرأة تبارك الله كامل وتقدرها تكون حسن منه من الزين والعقلية والتباتة والرزانة حسن منه في كل شيء و لكن شخصيتها ضعيفة تخيلي معي يصل انه يجرها في العلاقات دياله و في المراحل اللي يبغى يدير في حياته و كيخليها انها تقبل ذك الشيء و هي كتشوف وهو كيدير اللي يبغى قدامها وبوجهه حمر تخيلي معي هذه المرحلات دي لم يكن يعطيك مشكلة قدام عائدها قدام مما يكن يعطيك مشكلة نهائيا تساعده يخطب و يدير ما يبغى لا يحترمها و لا يضعها قيمة لا يصدر هنا هو يحتب رأسه و وصل القيمة للرجل وخادر ماشي الرجول حيث الرجول مواقف ماشي طرائف كل الراجل كي بغيبان باطل هذه غريزة احتها لهم الله خليها لليبان باطل خليه بان راجل ولكن ماشي في شي جهة اخرى معاك انتي وفرضيش خصيتك وعطي الهيبة لراسك ودير الراسك قيمة ومتخليش تعدى الحدود ديانه حتى انتي ركي اميرات وتستهلي انه يديرك فوق راسه تاج فوق راسه ويتبه بك قدم الناس اذا انتي يعطي قيمة راسك قدامه باش هو يعطيك هاد القيمة هاتي رفق يدو الشيء لا يعطيه تقدر تخلي الراجل انه يبغيها لدرجة الجنون لدرجة انه يبغيه يترغير بها لدرجة انه يبوث لها تحت من رجلها وفوق من رجلها ويدير حلق بلاش يحويج لي ما تخيلوهم شبالكم ولكن المرة هاد شي كله تقدر تديرو بالجمال بالعطور بالدهب بالزين بالشعر ولكن المرة لي ما تقدرش تخلي الراجل انه يديرو وصعيب هي انه يحطيها قيمة انه يحترمها انه يدير بحسابها انه يحطى في واحد المكانة اللي بحالة قلتي جسدين بروح وحيدة يحسبها هادك هي مصد تعني دياله روحه ويعطيها قيمة ويعطيها واحد الهيبة واحد المكانة عنده في حياته هذه هي اللي صعبة هذه اللي خاصة تلقيها انت واجلا من الليك توصلي الواحد المرحلة انه تخلي شخصيتك كيف ما بغيت انت وخد كوني غالطة دي ما غي يجي في جهتك وهناك توصلي الواحد المرحلة انك تتخليه عمره ما غيفكر يخرج سريرك عمره ما غيفكر يهضار فيك عمره ما غيفكر يبدلك من اساسه هناك توصلي انت واحد شخصيا اللي كي يحمق عليها ما غيفكر يحمق عليك غير شكلا يحمق عليك شكلا ومضمونا غيو اللي فيه ما تشتلي شي دقيقة شي سويعة عمركم ما تشوفوا راجل محمقها الشخصية دي المرته قلص ما عنده ميتار قلص غيف قهوام من الريح ما عندهش شغل ما عندهش شغل كتلقها دي ما محمرته ما حرت يكونوا غير لعبين غير عافتوا ديك اللاعباء ديال هكاية ديال اكس او اهم حاجة اهم حاجة يكون راه معاه ما عمركم غير تلقاه ما عنده ميتار حيث يحمق عليها كشخصية قوية فارضة راسها ومتعود على شخصية قوية فارضة راسها ومتعود على شخصية قوية فارضة امرأة اميرة اعزك الله وكرمك ما شيء غير بقراء جيب لي اناكل جيب لي اناكل جيب لي اناكل نشرب وصافي لا كل ما شربوا يبغيتي لا 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 ستعود بي بالسفة كبيرة لانك من هذه النوع ستعيش حياتك ستعاني معاناة ستبكي ستبني الناس انك ضحكة ومفوجة وتكون مناسبة مع الناس والعائلة ونشطة وانترى من الدخل ربلي عالم بك بناد من يشوفوك والملامح لا يشعر بك من الدخل ستبني من الدخل الدم وانترى انك تبني يقدم الناس انك نشطة لماذا ستصل للمستوى هذا اذا اختي فارضة شخصية وعيش في دويرك وفرحة مع رجلك ومع ولداتك وفرحة întرى ونشطط وعليك ويعطي مفاجدة وبقال سأخذ شخصية مناسبة ورقة ليحقية مناسبة لارضة لان من ستبني ما لان من ستبني ولا نتبني لا أستطيع أن نقوم بجميع الصغيرة لا سنجل سنجل أعتمد من هذا المشكل لا نستطيع ان كذلك سنجد ان تضرب لا لا تقبح معه لا دعه يريد انتباعه دعه يريد انتباعه دعه اعجبتني ايه اعجبتك انا اعجبتني اذا سنأخذها هنا تجعله يتصرف وتتعامل التعامل كيف تتعامله عمليه امير ليس عيب ان ادخل راجلي يقنى مجدل بنيه يوجد مليحة يوجد بيكربونات يوجد فرجلاته يوجد شعره ونقضي حويجته ونقضي حويجته ونقضي حويجته ونقضي مسائله ويعملني هو بالمثل حيث انا لم اشعر ان افعل هذا ونقضي الواجبات لا بقي عندي واحد الواجب اما هو سنجعله يعملني بالمثل غير بالحيلة لا ويعمل ويعمل كيف ستشري ليها ؟ احبي بادية لانا وجدت لك اليوم الميكلة لك تبغي ستخرجني وتشري لي اللي بغيت حالك وهي غضل الامر حتى يتعود كي يولي يدير الحاجة بلما تقوليها لي انا شريت له اليوم هذي اعرف انه خصوية للي شي حاجة زوينه هذا الشي ما كيتعتبر مقابل هذا الشي كيتعتبر مطبات الحياة الزوجية يجب ان يكونوا نقاشات لماذا يكونوا نقاشات لانه يكونوا مشاكل مادية ومشاكل يكون دخل فيهم طرف ثالث هذا موضوع احد اخر ولكن يقولي انه ليس بشخصية كنتي يقولي عارف انه حاجة يرتها له حتى هو غي يزيد كبر بك ما حتى عملتني بحل الامير انا غل عملها بحل الامير سهل يقولي عنده هذا الفكر هذا الذي عندك انا كنتي عنده هو في دماغه ماشي هو هذا ما كان احبابي بالنسبة الفيديو ديال اليوم وكنتمنى ان خديتوا له وجوز بسيط من هاد الهدرة اللي قلت كاملة حيث انا انا كان وعدك وشنو نقول كان وعدك انك خديتي غير جزء من هاد الفيديو هذي وخديتي جزء من الفيديو اللي قبل اللي قلتنا في هاد ليسة بحلاكة وهدرنا انا غتبتلي من اجل انه سنشعر من خلال الهدرة من خلال الهدرة انا بحل اللي قلتنا في الهدرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة